سأخذ بقى تفاعل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة المهاردة وتوقعاتكم لتشكيل الاهلي في ممورات بكرة قدام فارقوا بإذن الله نبتدي بمحمد جمعة والألف حراس المرمى الشلناوي في خط الدفاع كريم فؤاد ياسر ياسر مش موجود يا محمد خلاص برقائمة محمد عبد المنعم ومعلون في الوسط يانجو السليح سين الشحات أفشا ميكي سوني وفي الهجوم حسام حسن أهلاوي وأفتخ طيب ده كان توقع محمد جمعي فاتحي زدان قال أتمنى راحة التشكيل الأساسي كله واللعب الودلاء لتدارك ضغط المباراة وتحسنوا لأي ظروف وبروحهم وتصميمهم إن شاء الله الفوز حلفنا وربنا يوفقنا قدي إيه الكسة صعبة قدي إيه الكسة صعبة وفي نفس الوقت أنت عندك الكم الكبير من اللاعبين المميزين وشوفنا الكلام ده وبصمنا بالعشرة في كاس العامل الانديه كل اللي بيلعب أي حد بيلعب هو فعلا لعيب كبير يقدر أنه يعني يمثل النادي للأهلي يعني ده أمر مؤكد خلينا كمان ناخد خلود رمضان واللي توقعت التشكيل وقالة الشناوي في حراسة المرمى هاني محمد عبد المنعم رامي ربيع ومعلول في خط الدفاع حمدي فتحي والسلاوي في نص الملعب تاو وأفشة وعبد القادر وقدامهم حسام حسن ده توقع خلود خلينا كمان ناخد توقع أيمن الوقاد والقال الشناوي في حراسة المرمى معلول وياسر وعبد المنعم وهاني ياسر بره خلاص القايمة بسبب الإصابة وعنده قداد في العضل الخافية زي ما عرفنا وفي نص الملعب ديانج وفتحي وأفشة قدامهم عبد القادر وحسام والشحات أو تاو يعني كلها قيارات مفتوحة وموجودة ومطروحة قدام مستر بيتسو موسماني هو قدر مننا بكل شيء في الاختيار الأنسب اللي يناسب النادي الأهلي في مهورات فارقه وهذه المهورات القوية الهمة جدا في بطولة الدور الأهلي من خلالها بيحاول يواصل انتصاراته في هذه البطولة وبيحاول بإذن الله أنها تكون محطة من المحطات اللي تساعد في استعادة هذا اللقب الغالي عند جمهور النادي الأهلي بإذن الله موسماني يكون موفق بإذن الله اللعبة اللي احتلالها تكون موفقة عشان تبقى انطلاقة جديدة للنادي الأهلي في أكتر من بطولة إن شاء الله بنفس عليه تحققها خلال الفترة اللي جاية وكلنا سكة كبيرة جدا في الجهاز الفاني واللعابين إن شاء الله بإذن الله يفرحونا يفرحوا كل جماهير النادي الأهلي دي كانت تفاعلات حضرتكم ترجمة نانسي قنقر